أبو جنان من سلطنة عمان يقول أعاني من جاثوم النوم من فترة طويلة كيف أتخلص منه أبو جنان من عمان بارك الله فيك بالنسبة للجاثوم هذا الذي يأتي للإنسان في حال نومه ويثقل عليه لسانه وبدنه ويمنعه من الحركة اختلف العلماء في تفسير هذه الظاهرة أو هذا الأمر فمنهم من قال بأنه يعني أشياء فيسيولوجية في الإنسان ومنهم يعني تغير وظائف أو شيء ومنهم من يقول بأن هذا من الشيطان وهو القرين إذا تمكن من الإنسان يعني جثم عليه ويكسمونه جاثوم يجثم على الصدر وذكروا أشياء حقيقة كثيرة يعني لكن عموما أنا ما يهمني هذا يهمني ما العمل وهو السؤال الذي طرح الأخى أبو جنان أولا أخي الفاضل ينبغي للإنسان أن ينام على طهارة يعني توضأ ونام كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كنت على جنابة خفف الجنابة بالوضوء خفف الجنابة بالوضوء خاصة المعتاد على يعني مثل هذه الحالة الجاثوم الأمر الثاني حاول أن توتر قبل ما تنام أو تصلي ركعتين مثلا يعني إذا كنت تريد أن تؤخر الوتر مثلا ثالثا عليك بأذكار النوم أذكار النوم عليك بأذكار النوم يعني تقرأ مثلا الآيات والسور الواردة وكذلك تقرأ الأدعية والأذكار التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثالثا تنام على جنبك الأيمن وتضع يدك تحت خدك إن استطعت ذلك إن استطعت ذلك والأمر الآخر إذا جاءك الجاثوم أنت قادر على أن تحرك لسانك ذهب عنك وتحريك اللسان يكون مثلا بقول لا إله إلا الله أو تقرأ آية الكرسي أو تستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم صلى تعالى أن يحفظك